السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد المصري من كود سيفين للبرمجيات من الطرق المجانية المتاحة لمشاركة قاعدة البيانات أكسس على الانترنت الكلاود درايف ومنها الوان درايف والدروب بوكس وجوجل درايف وفيه ريموت ديسك طوب منها الكروم ريموت ديسك طوب والتين فيور والإني ديسك طبعا دي كلها حلول مجانية لمشاركة قاعدة البيانات عن طريق الانترنت وهنتطرق النهاردة ان شاء الله لجوجل درايف هنتعلم ان شاء الله النهاردة مشاركة قاعدة بيانات الأكسس على الانترنت وهنعرف الطرق المجانية والطرق المدفوعة ومن الطرق المجانية جوجل درايف هنتعلم ازاي دلوقتي نحمل جوجل درايف عندنا على الكمبيوتر ونشارك قاعدة البيانات على طريق الانترنت ولكن الطريقة دي لها مميزات ولها عيوب ان شاء الله نعرضها في هذا الفيديو تابعوا الفيديو معنا للنهاية ولو استفدت من الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد في عالم الاكسس هنبدأ اه نحمل جوجل درايف هنكتب هنا جوجل درايف داونلود جوجل درايف داونلود هيقول لي تنزيل جوجل درايف هضغط عليها وهضغط على تنزيل جوجل درايف للكمبيوتر المكتبي هينزل الملف طبعا انا محمل الملف قبل كده بعد ما هيحمل بالشكل دا هفتح الملف هيقول لي ممكن اعملها وممكن لا عادي وبضغط تثبيت بعد ما يثبت هيجيب لي الشكل دا هضغط وبعد كده هضغط بعد كده هضغط بعد كده هضغط بعد كده هضغط وهضغط هيبدأ يفتح معايا زي ما حضراتكم شايفين جاب لي بالاميل اللي انا فتحت به ودلوقتي هدخل على وان درايف هنا وهشارك قعدة البيانات اللي انا عايز اشاركها هاجي هنا للمشاركة على جوجل انا عامل البرنامج برنامج العيادة مثلا عندي على الكمبيوتر على الديسك توب انا دلوقتي عايز اشارك قعدة البيانات الخاصة بالبرنامج في ناس ممكن تنسخ الملف نفسه وتحطه على جوجل درايف ولكن انا لا احبذ هذه الطريقة لان البرنامج هيكون تقيل جدا في تشغيله ولكن هنعمل طريقة جميلة جدا هندخل هنا هندخل نقسم قعدة البيانات لجزئين هندغط على shift ونفتح قعدة البيانات هنقسم قعدة البيانات لجزئين هنحط الجداول في جزء وهنحط البرنامج في جزء الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنشرح على الواجهة الانجليزية والواجهة العربية علشان الناس اللي عندهم نسخة عربية هنضغط على database ونضغط على access database اللي عليها العلامة دي وهنضغط split database طبعا ده النسخة الانجليزية هنشرح دلوقتي عن نسخة العربي دي النسخة العربي هنضغط على ادوات قاعدة البيانات وهنضغط على قاعدة بيانات access وهيقول لي هنا تقسيم قاعدة البيانات هنضغط عليها وهيقول لي هتحط القسم التاني فين؟ هحط في نفس المكان للمشاركة على جوجل وهضغط انقسام دلوقتي بدأ اللي تم تقسيم قاعدة البيانات بنجاح نقفل ونشوف فعلا ان البرنامج بقى جزئين؟ جزء مكتوب في البرنامج زي ما احنا شايفينه جزء مكتوب في برنامج العيادة B يعني قاعدة البيانات اللي هي الجداول فقط هندخل عليها ونشوف فعلا نتأكد فعلا ما فيهاش غير الجداول دلوقتي هبدأ اخد الجزء الخاص بالجداول هو اللي هحطه على جوجل درايف ولا نفرض ان انا هعمله كوبي وهروح على جوجل درايف الخاص بيا واضغط على وان درايف وهبدأ احط قاعدة البيانات بتاعتي عليها يبقى انا عندي دلوقتي قاعدة البيانات موجودة هنا ولكن البرنامج لسه دلوقتي ولكن دلوقتي البرنامج لسه مرتبط بقاعدة البيانات اللي جنب البرنامج انا دلوقتي هدخل على البرنامج بالشفت وهبدأ اغير الجداول دي اضغط على الشفت واضغط على الجداول كلها واعمل لينك تيبل مانجر وابدأ احدد الكل من هنا واقول له اوكي واحدد قاعدة البيانات الجديدة اللي هي على جوجل درايف اللي هي هنا وعلى ماي درايف وعلى برنامج العيادة بي هيبدأ يحدث وهيقول لي يعني تم التحديث بنجاح طيب دلوقتي احنا خلاص دلوقتي لو حزفت حتى قاعدة البيانات دي خلاص هو مش مرتبط بيها هبدأ اشغل البرنامج هيبدأ يشتغل معايا البرنامج بالشكل لحضراتكم شايفينه هضغط وافتح البرنامج بالشكل ده وابدأ اضيف اه الجلسات واضيف الاطباء واضيف كل اللي عندي تعالوا اضيف اي حد كده عمد النصري اكتب كل حاجة وبعد كده اكتب حفظ اه فعلا اضاف معايا البيانات طب تعالوا نشوف فعلا البيانات انضافت على قاعدة البيانات اللي على جوجل درايف ولا لا لو دخلنا هنا على جوجل درايف ماي درايف قاعدة بيانات العيادة اهي وتعالوا نشوف الدكتور فعلا انضاف محمد المصري بكده انا شاركت قاعدة البيانات على الانترنت بنت واقدر ادخل من اي جهاز في العالم على قعدة البيانات دي واحدس على البيانات اللي موجودة بس فيه طبعا مميزات وفيه عيوب المميزات ان انا اقدر احافظ على قعدة البيانات بتاعتي فلو الكمبيوتر حصل له اي حاجة او الهارددسك عندي حصل له اي حاجة قعدة البيانات عندي هتكون محمية لانها موجودة على الايميل على جوجل درايف مش موجودة على الديسكتوب عندي فدي ميزة كبيرة جدا وميزة ممتازة تاني ميزة هي مشاركة قاعدة البيانات على الانترنت فاقدر ادخل من اي جهاز في العالم واحدث على البيانات ولكن في عيب في النقطة دي لانه مجاني فقاعدة البيانات دي التحديث عليها ما بيكونش فوري بمعنى انه بيحدث تقريبا كل دقيقة او كل دقيقتين يعني لو حضرتك داخل على قاعدة البيانات دي من عشر اجهزة وعملتوا تعديلات كلكم على نفس قاعدة البيانات في مجرد دقيقة في دقيقة واحدة فالبيانات كلها مش هيتاخد منها غير بيان واحد فقط اللي هيكون اسناء تحديث قاعدة البيانات لجوجل درايف والكلام دا ما بيحصلش غير كل دقيقة او كل دقيقتين على حسب جوجل درايف ما هي عاملة نظام التحديث الخاص بيها تقريبا بتحدث في خلال دقيقتين يعني من دقيقتين لتلات دقاية والكلام دا طبعا مش مباشر ولكن هو بيحدث قاعدة البيانات فعليا كل دقيقة او كل دقيقتين ولكن احنا عايزين تحديث فوري للبيانات علشان تقدر تشوف البيانات بتاعتك لو انت عملت فطورة وحد في محل تاني عمل نفس الفطورة على قاعدة البيانات اللي اتنين يتحفظوا للأسف اللي اتنين مش هتحفظوا في نفس الوقت ولكن هتتحفظ منهم واحدة والتانية مش هتتحفظ ليه لان ما فيش تحديث فوري لقاعدة البيانات ولكن حضرتك ممكن تستخدم الطريقة دي فقط اذا عندك كذا مكان ولكن شخص واحد اللي بيدخل على قاعدة البيانات وبيحدث على البيانات فسواء دخل من اي مكان هيقدر يلاقي المعلومات بتاعته كاملة وموجودة في نفس الوقت للأمانة انا عرضت كل المعلومات الخاصة بنشر قاعدة البيانات على الانترنت على الطرق المجانية على جوجل درايف ولكن في طرق مجانية تانية في تحديث مباشر فيها ان شاء الله نقدر نعمل الكلام ده ولكن على استضافة مجانية لمدة شهرين هنعرض الكلام ده ان شاء الله في الفيديو القادم هنقدر نشارك قاعدة البيانات على الانترنت وندخل عليها بكذا يوزر يعني لو عشر عشرين واحد دخلوا على قاعدة البيانات وحدثوا البيانات في نفس اللحظة هتحدث على قاعدة البيانات وأقدر أدخل على قاعدة البيانات واشوف التحديثات ولكن المدة لمدة شهرين مجانا والناس اللي عايزة طرق المدفوعة برضو هنتكلم عن الطريقة المدفوعة وعن الطريقة المجانية لمدة شهرين ان شاء الله في الفيديو القادم على الانترنت ياريت تتابعوا معنا الفيديو القادم ان شاء الله وتعملوا اشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد في عالم الاكسس كان معكم محمد المصري من كوت سيفن للبرمجيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته